قال وزير الخارجية البريطاني للبرلمان اليوم إن بلاده ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لحماية الهدنة في اليمن بحيث يتم تصويت عليه في وقت لاحق هذا الأسبوع وأوضح أن اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة الذي اتفق عليه الطرفان المتحاربان خلال محادثات في السويد الأسبوع الماضي هو هش للغاية لكنه صامد حتى الآن وسيؤيد مشروع القرار شروط الاتفاق ويمنح الأمم المتحدة صلاحيات مراقبة تطبيقها ووضع خطوات عاجلة لتخفيف الأزمة الإنسانية